من خلال المسجز اللي ابتصلني فيه نوع من الناس فعلا يعني غاضب حتى متى يعني هل لازم نظلنا مستسلمين ماخدين الأمور ببساطة والبعض الآخر فعلا عم بيسامح عم بيغفر عم بيطلع فيها من ناحية روحية شو الحل هو فيه دور كنسي وفيه دور مدني أو سياسي طبعا من ناحية نحن ناخد احتياطاتنا لازم لازم ناخد احتياطاتنا ما ربنا قال لنا مش بس أن نحن نكون بوسطاء كالحمام لكن لازم برضو نكون حكماء كالحيات فالحكمة مطلوبة يعني مش معنى أن نحن بنغفر أو بنسامح أن نحن نتقبل الأوضاع كما هي يعني دي مش ما تسويش دي هي لكن لحنا دائما بنصلينا وربنا ندينا الحكمة في التصرف لأنه ممكن أن نحن يعني يكون لنا ردود أفعال تسيء أكتر للكنيسة أو للمؤمنين أو للمسيحيين فمن منطلق كنسي إحنا مبدأنا مبدأ روحي أو خطنا خط روحي لكن في دور تانية تلعبه طبعا الحكومة ونحن نساعد الحكومة أنها تأخذ دورها أنها تأمن على المؤمنين وعلى الكنيسة وكمان يعني موقف كتابي إحنا منتشبه بيسوع ومنتبع قائدنا يسوع منحاول أن نكون مشابهين صورة يسوع في كل شيء لازم نكون حكماء بولوس رفع دعوة لقيصر يعني فيه أمور مدنية طبعا حكومية وفيه أوقات يعني لما الشخص اللي لطم يسوع لماذا تلطم لماذا تلطم يعني فيه أسئلة معينة ممكن تتوجه اشتركوا في القناة